الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله فزح الله لنا وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله أن الله كان بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يعني هذا الذكر الشريف هذا الذكر الشريف ربما يجد الإنسان له أكثر من معنى وللمعاني مصاديق من جملة مصاديق معنى من معاني هذا الذكر الشريف أن الحول من الحيلولة يقال حال بيني وبين الموت الشيء الفلاني يعني ماذا يعني منع يعني وجود فاصل اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية إذا صار حائل بيني وبين الإمام أيام الظهور الشريف الموت صار حائلا المتو يعني منع من أن أدرك تلك الأيام لا حول ربما يكون من الحيلولة فالمعنى أو هذا المصداق من مصاديق هذا المعنى أنه لا يوجد حائل بيني وبين الذنوب بيني وبين المساوئ إلا بالله لا حول يعني ماذا يعني لا يوجد حائل بيني وبين المساوئ إلا بالله لا قوة لا قوة على طاعة الله لا قوة على عبادة الله لا قوة على الأشياء الحسنة إلا بالله لا حول للشيء الذي جعل الله عز وجل بيني وبينه حائلا من المساوئ هذا كله بالله القوة التي لي على الحسنات أي أن كانت لا تكون إلا بالله عندما تقول في الصلاة بحول الله وقوته أقوم وأقعد أقعد مع الحول أقوم مرتبط بالقوة من اللف والناشر المشوش كما يقال من طرق البلاغة ومن طرق الفصاحة فصاحة جمال بلاغة إبلاغ اللف والناشر المرتب أحيانا وأحيانا اللف والناشر المشوش لا أقول بحول الله أقعد عن معصية الله بقوة الله أقوم بطاعة الله بحول الله وقوته أقوم وأقعد أقوم مرتبط بالقوة أقعد عن معصية الله يعني لا أرتكب المعصية بحول الله هذا المعنى بالنسبة إلى هذا الذكر الشريف أو هذا المصداق بالنسبة إلى هذا الذكر الشريف ورد عن الإمام أبو الحسن العسكري يعني الإمام الهادي عن جده المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه سؤل عن هذا الذكر الشريف لا حوله ولا قوة إلا بالله فقال عليه الصلاة والسلام لا حول لنا عن معاص الله إلا بعصمة الله ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله هذا المصداق هذا المعنى الذي ذكر هذا المصداق له ليس خاصا بالطاعات والعبادات وفي الطرف الآخر ليس خاصا بالمعاصي والسيئات جانب من هذا المعنى أو مصداق من هذا المعنى فيما أعطي الإنسان وما لم يعطه الله سبحانه وتعالى أعطاني قدرات أظيمة نعم كبيرة دنيوية قصلي أتمكن بهذه الوسائل أن أرتقي في يوم القيامة في مدارج الجنة والله سبحانه وتعالى منع عني نعما وقدرات دنيوية لأنها لا تتناسب مع وضعية الذي يعرفه الله سبحانه وتعالى مجموعة كبيرة جدا من النعم الله سبحانه وتعالى أنعمها علي نعم دنيوية ومجموعة كبيرة من النعم الدنيوية الله سبحانه وتعالى منعها عني لأن تلك تتناسب مع وضعي الذي يعرفه الله سبحانه وتعالى وهذه لا تتناسب مع وضعي ولكن المشكلة أن البشر بطبيعته دائما يبحث عن نعم لا يمتلكها وبذلك بطبيعته وضعي يتناسى النعم التي أنعم بها عليه هذه الحالة حالة البحث عن نعم إضافية حالة سيئة جدا قصدي النعم الدنيوية عندي مجموعة من النعم بس الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنعم أبحث عن شيء آخر الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنعمة الفرص للتعلم هذه نعمة كبيرة علي أصلاً لا أعرف قيمة هذه النعمة أنا ولعلي أضيع هذه النعمة أبحث عن ماذا؟ عن النعمة التي لا أمتلكها ما عندي أموال كثيرة أبحث عن الأموال الله سبحانه وتعالى أنعم على شخص بنعمة المال أو بنعمة المكانة السياسية لا يرى هذه النعمة يبحث عن نعمة أنه ما حصلت له فرص للتعلم هذه قضايا حقيقية أن أقولها لكم الإنسان الثري بطبيعة وضعه لا يمتلك وقتاً كافياً للتعلم فباستمرار يخفق في مجال العلم يخفق يتعلم لماذا أنا ما صارت لفرصة كافية للتعلم الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة أخرى استفد من هذه النعمة يتطلع على نعمة لا يمتلكها تتمكن أن ترتقي في مدارج الجنة بأموالك تتمكن أن ترتقي في مدارج الجنة بمكانتك السياسية لا ينظر إلى هذه النعمة ينظر إلى النعمة التي لا يمتلكها قصدي النعمة الدنيوية لا أريد أن أستخدم هذه النعمة الأخرى في آخرتي هي النعمة الموجودة في يدك استخدمها في آخرتك ثم انظر إلى نعمة أخرى دنيوية الشخص ما عنده علم ما صارت له فرصة للتعلم ما عنده أموال ما عنده مكانة عنده قوة جسمانية هذه النعمة لا لو كانت لي فرص للتعلم لو كانت لي أموال لو كانت لي مكانة سياسية لو خدمت الناس بعلمي بأموالي بمكانتي بقدراتي طبعا لا يرى نعمته التي الله سبحانه وتعالى أنعمها عليه ويتمكن بها أن يرتقي في مدارج الجنة هذه الحالة الشائعة جدا جدا في أكثر البشر غير مؤمنين ومؤمنين أيضا هذه حالة سيئة وتستتبع أشياء سيئة كثيرة من جملة الأشياء أن هذا الشخص بهذه الطريقة من النظر إلى الحياة شكره يقل نظره إذا كان إلى نعم أخرى طبيعيا شكره يقل ثانيا وهذا أسوأ هذا سيئ جدا هذا من أخطر الأخطار على دين الإنسان رضاه بما قدر الله سبحانه وتعالى على الأقل يضعف إن لم أقول لا يرضى لا على الأقل يضعف هذا الرضا لا يرضى بقضاء الله أو يضعف بخلاف الشخص الذي دائما ينظر إلى نعمه دائما يحاول أن يستفيد من هذه النعم في القرب إلى الله عز وجل هذه النعم التي عندي أيضا من مساوأ هذه الحالة أن الشخص عمليا يكفر بنعم الله عمليا يعني كفران لا أقصد الكفر في مجال العقيدة الكفران هذا نوع كفران لنعم الله على الأقل عمليا ليس لثانية النعمة الكبيرة التي هي عندك لا تنظر إليها طبعا لا تستفيد منها استفادة صحيحة طبعا لا تنميها لأن فكرك عينك لأن عينك على شيء آخر طبعا هذه النعمة لا تراها أو تكون بشيء ضعيف نظر ضعيف لهذه النعمة هذا كفران هذا كفران عملي لعم الله سبحانه وتعالى أنا لا أقول لا تطلب نعما أخرى لترتقي أقول أول شيء استفد من نعمك الكثيرة الكثيرة والنعم التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تحصل عليها أيضا نحصل عليها لا بأس لكن لا تكن عينك دائما على نعم أخرى لا تمتلكها المشكلة هذه أن عيني على النعم الأخرى حالة تكون في الإنسان شيئا في شيئا حقا لا يلتذ بنعمه لماذا لا يلتذ بنعمه القضية ليست قضية لذة ولكن هذا مؤشر لا يلتذ بنعمه عندك نعم كثيرة هذا بالضبط مثل الشخص الذي أمامه طعام هذا يحصل يحصل كثيرا أمامه طعام رائحة هذا الطعام طيبة طعمه لذيذ مفيد يأكل لقمتين من هذا الطعام يتوجه إلى طعام آخر يأكل لقمتين من ذاكي الطعام يتوجه إلى طعام هذا الطعام موجود أمامك كل من هذا الطعام فيه ناقص فيه مشكلة لا يتطلع أكلت هذا الطعام لقمة من هذا الطعام أكلت خلاص ألا أن أتطلع إلى طعام آخر أكلت لقمة من ذلك الطعام أتطلع إلى طعام ثالث كل هذا الطعام إن شاء الله في وجبة أخرى تأكل طعاما ثانيا الحالة هذه حالة ليست حالة حسنة في نعم الدنيا الله عز وجل أعرف بحالك أعطاك نعم مجموعة من النعم ومنع عنك مجموعة من النعم خلاص كافي كلامي ليس عن الشباب فقط نعم الشباب استكشاف القدرات الكامنة فيك التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه القدرات لك في الشباب هذا أهم ولكن حتى الشيوك أنا عندي نعم مجموعة من النعم النعم الفكرية مجموعة من النعم إخواني لا أريد أن أدخل في هذا البحث هذا بحث آخر المصابون بداء التوحد بداء التوحد ما هو؟ كثير منكم يعرف أحسن مني داء معين مرتبط بالموخ حسب الظاهر هذا الداء يجعل الشخص نتيجة هذا الداء يجعل الشخص في مجالات يخفق مجالات سهلة عادية يخفق إخفاقا كبيرا وفي مجال آخر إن ربي تربية صحيحة يكون عبقريا يا أخي نفكر أنا أفكر عن نفسي أني مصاب بداء التوحد داء التوحد الذي يصاب بداء التوحد يتمكن أن يكون عبقريا في مجال وبالفعل عندنا شخصيات بعض منكم تعرف أسماء بعضهم أحياء شخصيات دنيوية كبيرة جدا مشهورة جدا لهم إسهام بعضهم في المجال العلمي بعضهم في مجالات مالية بعضهم في مجالات سياسية إسهامات كبيرة يلزم أن تكون عندي نعم أخرى لنفرض لنفرض أننا مصابون بداء التوحد نمي ما عندك تصبح عبقريا هذا بالنظرة الدنيوية طبعا بالنظرة الأخرى ويتتمكن أن ترتقي عندك زاوية من النعم هذه الزاوية إن نميتها تصبح عبقريا عند الله عز وجل تصحب عظيما الحمد لله لسنا مصابين بهذا الداء ولكن أقول لنفرض أننا هكذا الذي مصاب بداء التوحد يتمكن أن يرتقي بما عنده يخفق في مجالات ثانية ولكن في هذا المجال يرتقي هذه الآية المباركة التي توجنا به الحديث ونورنا بها حديثنا الله عز وجل يقول ولا تتمنوا أصلا لا تتمنى لا يقول لا تذهب إلى هذه النعمة أصلا لا تتمنى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض هذا ليس في الأمور الأخروية طبعا ولا في الأمور الأخروية بالعكس التسابق والمطلوب فاستبقوا الخيرات الكلام في النعم الدنيوية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ذاك فلوس أكثر من فلوسي ذاك ذاكرته أقوى من ذاكرتي فرصة للتعلم أكثر من فرصي لا تتمنى أصلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله ثم ماذا بقيت الآية معها لعل بعضنا يقول المفروض أنه يعني حسب عقولنا الضعيفة واسألوا الله من فضله بعده ماذا إن الله كان جوادا كريمة هكذا مثلا الشيء المرتبط بفضل الله ما هو جود الله كرم الله لا الآية ليست هكذا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ما هو رب أن الله عز وجل عليم بكل شيء واسألوا الله من فضله لعل هذا الجانب الذي ذكرته اسأل من الله عز وجل اسأل من فضل الله عز وجل ولكن اعرف أن الله عز وجل عليم بما أعطاك عليم بما منعك أعطاك بعض الأشياء منعك بعض الأشياء الله بكل شيء عليم يعرف مصلحتك المال لا يغري صاحبك ولكن من الممكن أن يغريك المال بالنسبة إلى مؤمن آخر ربما يكون نعمة بالنسبة إليك ربما يكون نقمة واسألوا الله من فضله ولكن اعرف إن الله كان بكل شيء عليما أوضح من هذه الآية آية قرآنية أخرى تلك جدا واضحة في هذا المجال أقول أوضح الله عز وجل يقول وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ثم ماذا؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى أصلا لا تمد عينك بمجرد أن خطر ببالك أنه ما شاء الله هذا الشخص متنعم بكلام عن النعمة الدنيوية متسابق بالآخرة لا التسابق في الآخرة مطلوب فلان متنعم بهذه النعمة بمجرد أن خطر بذهنك الله عز وجل يقول لا تمدن عينك أصلا خلاص أصلا لا تنظر وهذا ما شاء الله عالم هالعلم الكبير ما شاء الله هذا الشخص داره كذا شركته كذا ماله كذا مقامه السياسي كذا لا تمدن عينيك ثم يقول وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ غير كلمة أبقى يجعل كلمة أبقى جانبا هذا موضوع عظيم كبير ثاني وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ الذي الله عز وجل رزقك خير لا تنظر إلى هذه النعمة وتلك النعمة عندك نعمة الذي تمكن أن يستفيد من النعم يتمكن من هذه النعمة التي هي عندك أن يرتقي إلى أعلى مدارج الجنة والذي لا يتمكن أن يستفيد من هذه النعمة لا يتمكن أن يستفيد من نعمة أخرى أختم كلامي بحديثين شريفين مقطعين من نهج البلاغ المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سؤل في رواية شريفة أخرى موقع آخر عن نفس هذا الذكر الشريف لا حول ولا قوة إلا بالله أجاب بهذا المصداق الذي لعله بهذا المصداق الثاني الذي ذكرناه في تلك الرواية أجاب بمصداق الحيلولة بين الإنسان وبين المعاصي القدرة على طاعة الله لا حول ولا قوة إلا بالله رواية شريفة أخرى الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يذكر مصداق آخر لعله قريب من هذا الذي ذكرنا سؤل عليه الصلاة والسلام عن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا فمتى معنى واضح فمتى ما ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا الله عز وجل أعطانا نعم حسب هذه النعمة نعم الله عز وجل كلفنا ومتى أخذه منا وضع تكليفه عننا الله الحمد لله عندي نعمة الله عز وجل الله عز وجل يكلفني بهذه النعمة بشكر هذه النعمة شكرا قوليا شكرا عمليا الله عز وجل أخذ مني نعمة في المقابل ما هو وضع تكليفه عني نعمة هذه يعني افرح عندما تكون التكاليف موضوعة عنك افرح لا أحاول أقحم بالقوة أقحم نفسي في مجال آخر في مجال آخر أقحم نفسي التكاليف تزيد هذه التكاليف التي عندي وهي ليست كثيرة وليست كبيرة الله عز وجل ما كلفني إلا دون ما أطيق هذه التكاليف ما أؤديها أبحث عن نعم ثانية طبعا تكون تكاليف أخرى انتهي النعم ما عرفت قيمتها ما عديت التكاليف الواجبة تجاه هذه النعم يقحم الشخص كثير هذا شائع جدا وأحيانا الإنسان يورط حقا يورط يوم القيامة الإنسان يسأل يوم القيامة الإنسان يوقف إن لم يعاقب والعياذ بالله تعالى شيء ليس منك ليس لك الله عز وجل ما رأىك ما رأى هذه النعمة مناسبة لك ما أعطاك خلص الحمد لله اشكر ربك أنك ما عندك هذه النعمة في المجال الديني الشخص ينظر يا أخي اسبر دين الله عز وجل دماء أريقات في قضية يقحم الشخص نفسه لا يعرف عن الدين شيئا يقحم نفسه دينيا يتحدث دينيا تتحمل مسؤولية دماء تدافع عن شخص ربما تتحمل دماء يوم القيامة يأتي يرى في سجل أعماله مجموعة دماء إلهي أنا ما قتلت أحدا يقول نعم ولكن دافعت عن فلان مجرم لماذا تقحم نفسك تعرف أن تعالم دين تعرف الدين تكلم لا تعرف الدين أسكت خلص الحمد لله الذي وضع التكليف عنك ما يكون عليك تكليف لماذا تقحم نفسك في شيء لا تعرف حدوده دينيا يدافع يقف عليك ماذا تعرف الدين أنت الذين عرفوا الدين يخافون يحتاطون أشد الاحتياط مع أنهم يعرفون الدين كل كلمة بحساب وأنا وأمثالي وناس لا نعرف حدود الدين نتحدث نشرق نغرب نظري رأيي الرواية جدا جميلة الله عز وجل ما أعطاك شيء وضع تكليفه عنك والحمد لله افرح تتعب نفسك الدنيويا ويوم القيامة الله يدري الوضع رواية شريفة أخرى كم هذه الرواية عظيمة عظيمة حقا تستحق هذه الرواية الشريفة بحوثا علمية بحوث وبحوث كلام قمة كله كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه هكذا ولكن بعض الكلمات نفهم بعض أبعادها العظيمة أمام أمير المؤمنين بعد استشهاد النبي صلى الله عليهما وآلهما خطب خطبة خطبة مختصة قال في ضمن هذه الخطبة أفلح كلام أمير المؤمنين أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح لاحظوا الكلمة التالية هذا هذه القضية تنطبق على كثير من القضايا في حياتنا يقول المولى صلى الله عليه هذا ماء آجن تدخل في هذا الماء غير الوساخة ماكو شيء لبعض الناس هكذا غير أنه يتوسخ هذا ماء آجن ماء وسخ هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها ذاك الذي أكل هذه اللقمة هو غص به غصت اللقمة به غص بهذه اللقمة اللقمة وقفت في حلقه هو متورط هو مبتلى ليس كل شخص لكل مجال هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها الكلمة التالية ذهب ذهب حيث أن هذه الكلمة الإنسان يشبهها بالذهب وامثال ذلك ومجتني الثمرة لغير وقت إناعها اللي عندهم شجر أشجار في بيوتهم في كذا عندهم يفهمون هذا الكلام ومجتني ومجتني الثمرة لغير وقت إناعها كالزارع بغير أرضه تزرع في أرضك التعب فقط لك عليك لأنه في غير في أرض غيرك هو يجني الثمار أنت التعب عليك هذا يحصل فينا كثيرا 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 أبدأ من نفسي الله عز وجل أعطاني نعمة تشغل بنعمتك أدي واجبك أولا نمي النعمة التي أعطيت هذه النعم قبل التنمير كثيرا هذه النعمة التي أعطيت نمها ولا تنظر إلى نعم الآخرين الدنيوية صار حصلت لك فرصة سهلة شيء مريح بدون تعدي حدود الله شيء سهل لا بأس وإلا لا تذهب إليها وللحديث صلة مهمة إن وفقنا لها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحسن عبيده نصيبا عنده الهي الهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لربه أنت كما أحب أنت كما أحب فاجعلني كما تحب أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب اللهم بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر